المصيف وابتدت المصيف وابتدت البلاجات والعوم ابتدنا نقعد تحت الشمس كتير جدا من غير ما ناخد بالنا والشمس وبالذات وقت فترات ما بين الدهر يعني حوالي من الساعة 12 ل2 ل3 تعرض لأشعة الشمس في الفترة دي بيعتبر خطير جدا وبالذات على الأطفال أكبر كمية من الأشعة فوق البنفسجية بنتعرض لها في الوقت ده بالتأكيد الشمس بتكون مهمة وبنحرص دائما ان احنا بنعرض نفس تاليها لكن المهمة اختيار الوقت السليم ان احنا نتعرض فيه للشمس لانها بالتأكيد مهمة لانها بتمت الجسم في بعض الفيتامينات الخاصة ببناء العظم وتقويته ولكن نحافظ على نفسنا ازاي من الحر من الشمس من ضربة الشمس بالذات الأطفال والأمهات في المصيف بتحتاج انها تدي بعض العناية الخاصة بمسألة الجلد تحديدا الجلد بيتعرض بسهولة جدا للأشعة فوق البنفسجية اللي بتزداد في فترة الصيف وبتزداد مع تعرضنا لها بكميات كبيرة في فترات طويلة نحاول نتعرف ازاي نتقي شرام نتعرف مع بعض على وسائل وقاية من أشعة الشمس من خلال الصيف من خلال فقرتنا فقرة الجمال والجلد مع الدكتور مونير ويليام والساميلة دين عبدالسلام عفوا جدا عبدالسلام وقاعدة طارق أعجمي أعزائي المشاهدين صباح الخير وأهلا بيكم معنا وفقرتنا الأسبوعية فقرة الجمال والجلد الحقيقة احنا النهاردة معنا رسالة من أحد السيدات طبعا هذه الرسالة فيها مشكلة بتوجهها الأستاذ الدكتور مونير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية وصباح الخير معنا يا دكتور صباح الخير هنقول مع بعض الرسالة والمشكلة وخضرتك طبعا في النهاية تقولنا حل هذه المشكلة هي بتقول أنها سيدة عمرها 46 سنة وهي الحقيقة دايما بتصبغ شعرها وكان تقريبا بتصبغه في كل سنة مرة وبعد كده فجأت لما راحت آخر مرة عشان تصبغ شعرها أنه فيه فدرة أكسوجين تم وضعها على الشعر وبعد كده وضعت السبغة هي لقيت أن شعرها بيض جدا لما تم وضع هذه الفدرة فدرة الأكسوجين وبعد كده وضعت السبغة فسقطت كمية كبيرة جدا من شعرها وبتقول أنها وجدت أماكن فارغة في فروة الرأس كثيرة جدا مما سبب لي صدمة نفسية عميقة بعد حوالي يومين بتقول إن وجدت فيه شعرها مية وجروح بتنزل منها مادة صفراء وألم شديد من هذه الجروح ومن هذا اليوم هي بتاخد علاج ومضادات حيوية وشعرها فيه لسه الغاية دلوقتي فراغات كبيرة وحالتها النفسية سيئة جدا طبعا هي بتستشير حضرتك في هذه الحالة وبتقول لك يعني حضرتك يريد تقول لها بصراحة ما سبب سقوط شعرها بهذه الطريقة السيئة ده أول سؤال بتتعلم هو الحقيقة فعلا يعني دي رسالة بتبعى مؤسرة جدا وللأسف باللاحظة بنشوفها كتير يعني دي حاجة مش تعتبر قليلة الصبغات بصفة عامة احنا مش ضد الصبغات والصيداء بالصبغة للشعر إن الله جميل لحب الجمال يعني كل إنسان لابد إنه يتجمل بحيث إنه يبدو في أحسن صورة الصبغات بصفة عامة نوعين في صبغات النباتية والمشهور منها الحنة ومعروف إن الحنة دي موجودة منذ قديم الزمان وبتستخدم وبتطبط وبتستخدم في علاج حاجات كثيرة جدا زي الصداع والتنية بالأصابع وتشققات اليدين والكروح والألام والدمامل وهكذا وايضا من الصبغات النباتية بنلاقي الكاموميل وبنلاقي الخشب الصيني وهكذا فيه النوع تاني من الصبغات اللي هي الصبغات الصناعية والصبغات الصناعية دي لها أربع أنواع النوع الأول ما يسمى بالصبغات المعدنية والصبغات المعدنية بتكون مادة بنلاقي فيها مادة اللي هي مادة الكابرتيت ولو اضيف اليها الرصاص فيما كابريتيد الرصاص يبتدي لشعر اللون الاسمر والاسود حسب درجة تركيزه ولكن الحقيقة كابريتيد الرصاص من المواد السامة جدا واللي محرم استخدامها في اي انواع من السبغات دلوقتي في نوع تاني من السبغات الصناعية اللي هي بنسميها السبغات العدوية المخلقة اللي هي ما منتشرة دلوقتي على هيئة الشبهات بتوضع على الشعر بحيث انها تترك لمدة ازبانة وحاجة زي كده بتدي اللون المناسب للشعر الوزن جزيه بتاعها كبير ملهاش مضاعفات جانبية مجرد ما الشخص بيخسل شعره تبتدي تنزل هذه الصبغة والحقيقة دي مستخدمة وما فيهاش مشاكل الى حد كبير النوع التالت من السبغات اللي هي السبغات شبه الدائمة ودي هي نفس فكرة اللي سبغة من السبغات لكن انا بستخدم مواد وزنها الجزيه اقل قليل صغير جدا ودقيق فبتنقص فترة زمنية اطول ودي ايضا من اللي بنصح بيستخدمها انما الرؤى الرابع من الصبغات اللي هو بيستخدم فيها ما يسمى بالصبغات المستمرة او المستديمة اللي انا بستخدم فيها المية الاكسجين او بستخدم فيها المشاتر ودي مشكلتها ان هي بتعمل اكسادة قوية جدا للشعر نفسها واذا كان تركيزها اكثر من اللازم فتعتبر نوع معين من انواع الحروق وهذا النوع من الحروق ممكن يبتدي يأثر في البشرة تأثيره زي تأثير الحروق وممكن قد يصل في بعض الحالات انه بيعمل سطوط كامل للشعر في منطقة محددة او قد يحدث نوع معين من التليف في هذا المكان سيدة صاحبة الرسالة بتقول ان هي ابتدت تلاحظ بعد يومين مادة صفرة وابتدت التعبات هذا ما يسمى بيجزيمة الاحتكاك بمعنى ايه؟ ان المادة المشطة جات على الفروة بتاعة الرأس وابتدت يحصل نوع معين من التفاعل وابتدت تطلع مواد معينة وحصل التهاب وإحمرار وهرش وحكة وإفرازات واحتقان كانت من الدكتور ان جزور الشعر ابتدت تتأثر وتحترق وتسقط ويبتدى يحصل مكانها هذه الالتهابات والاحتكاكات الموضعية هذه الحالة طبعا محتاجة ان هي تتعالج تحرق بطريقة معينة ولو كانت هي حصلة الحظ والجزور بتاعة الشعر ما حصلش فيها نوع من التلايف ممكن الحالة ترجع كما كانت بالمصابرة في العلاج لكن اذا حصل نوع من التلايف فخلاص دي فراغات ومحتاجة للالاك الجراحي التجميلي بطريقة أو بأخر هي يمكن سبب مشكلتها أو سبب استفسارها ان هي متعودة بتسبب شعرها عادي كل سنة ولكن هذه المرة حصلت لاحظ هذه المشكلة فهي مستغربة يعني هو سؤالها بتقول هي ليه شعر يوقع المرضي ليه هي المشكلة واضحة ان هي غيرت نوع السبب كانت بتستخدم نوع من السبغات شبه الدائمة أو السبغات العدوية المخلقة ودلوية تستخدمت السبغات المستديمة اللي فيها الأكسجين الناشط اللي هو ابتدى يأثر بهذه الطريقة هي عندها سؤال تاني بتقول ايه السبب هذه المياه الصفراء والجروح والالتهابات بفروة الشعر أو بفروة الرأس وما هي انواع سبغة الشعر المسلى وايه طريقة سبغ الشعر وازاي ممكن بقى انها تعالج حالتها وازا كان في امل في رجوع شعرها مرة تانية ولا لا والحقيقة زي ما اقولت لسيادك هي انواع سبغات الشعر احنا ولنا وشرحناها والحقيقة زي ما بقول لسيادك ده استخدمت نوع من سبغات الشعر العدوية سبغات الشعر المستديمة اللي فيها الأكسجين الناشط اعتقد بعد حالتها دي حالت انصحها دكتور متسبوخش بقى شعرها التاني خالص لا بالعكس ده احنا ممكن نسبوخها بانواع معينة من السبغ المزبوط وتبشي ومرها يعني هي لو استخدمت السبغات العدوية المخلقة او استخدمت السبغات شبه المستديمة اي سيدة او اي رجل بيستخدم هذه السبغات بيقدر يستمر بيها ويبقى شيء كويس وطبعا لو رجع للطبيعة واستخدم السبغات الطبيعية سواء كانت الحنة او مشتقات بتاعتها بكافة الانواع اللي بتعالج بطريقة معينة وبتثبت على فروة الرأس فدي حاجة من الحاجات المستحبة والمقبولة بالنسبة للحالة دي الحقيقة زي ما قلت سيادتك الحروق والخروحات تتكونت من اجزيمة الاحتكاك اللي هي ما معناه ان حصل حرق محدد ما بين السبغة وما بين فروة الرأس الحالة دي بتتمي علاجها بطريقة او باخرى وزي ما قلت في الرسالة ان لو كان حظها كويس والجذور لم تتعثر الروس بتاعت الشعر دي هيبقى الشعر هيرجع كما كان وتنتهي المشكلة على خير بإذن الله انما اذا كان في نوع معين من التلايف والحروق اللي حصلت فدي بتعالج كحرق وطبعا يبقى بالتالي هتدخل في كل الكلام اللي احنا بنقوله ما بين عمليات زرع شعر طبيعي او ما بين زرع شعر صناعي باستغلام البيوفايبرز او ما بين تصغير فروة الرأس دي طريقة تالتة او ما بين لف شريحة من رأس دي طريقة الرابعة يعني حسب الحالة وحسب الظروف اللي بتحصل فيها لكن الحقيقة بنرجع من البداية وبنقول ان استخدام النوع المعين للصبغة وانا بنصح دايما كل واحد انه يعرف اي صبغة يجيبها يحاول يعمل في الاول اختبار عليها مهما كان بيستخدم نفس النوع لانه بيحاول انه يوصل لهذه الصبغة ويستخدمها بمكان خفي وليكن الدراع من جوه ويلمسوا بهذه الصبغة ويسيبها 48 ساعة اذا ما حصلش اي تورم او هرشة او ارتفاع او اديمة او هرتكارية في مكان اللي استخدم فيه الاختبار بعد 48 ساعة يستخدم الصبغة وغوم الطامنة احنا في نهاية لقانة منشحة جدا يا دكتور على هذه النصائف شكرا نشكركم عزيزي المشاهدين وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم وفقرة الجمال والجلب شكرا لكم وإلى اللقاء